بسم الله بديت وعلى النبي محمد صليت حكاية اليوم رايحين تسمعوها واحنا نمشي في هذا الطريق وهذا المناظر الجميلة سبحان الله فيما خلق قال لك كان وحد الرجل فقير مسكين شافت امرأة عندها طفلة واحدة زوجته وبنتها لكن هذاك الزواج مخسر عليه حتى دينار زوجاته سكناته خسرت في العرس ولبساته لبست ابنيتها كانت عندها طفلة واحدة وكانت هي عينيها وهي من ممو العين وسكنتهم في دار وحدهم وكانت كل يوم الصباح تجي تفوت عليهم تسلم عليهم وتصبح لبنيتها وتعطيها دينار اذهب تروح هي يصرفوه وياكلوه هذا هو المصروف اليومي تاحهم في هكذا في هكذا لكن راجل بنتها كان انسان شيطان ما كانش يحب خلاصا سيبته رغم انها كانت تصرف عليه وتعطيه وتوكله وتشربه لكن الحسد والحقد خله يحقد عليها ويكرهها كل ما تجي ما يعجبوش الحال كل ما تطبطب على الباب الصباح باش تعطيهم المصروف ما يعجبوش الحال وتحط دينار الذهب عند بنتها وتسلم عليهم وتجي مروحة مسكينة لا تقعد معاهم لا تتغدى لا تتعشى معاهم اي نهار من نهارات جا تسبحت طبطب اشكون انتي قالت لها بنيتها انا يا امك حلت لها الباب سلمت على بنيتها اعطتها الضينار الذهب وباست بنيتها وقالت لها بقوا على الخير نهاركم زين وراحت وهو تقلق من اللي شايف فن سيبته تقلق كان يسخن قدام النار وكلها جمر هز الجمرة ودخلها في صبات مرتو مرتو كانت قاعدة ناضط باش تطيب لهم لغداء دخلت رجلها في الصبات التشوت اي قاتلو قالها واش بيك قاتلو علاه درتلي الجمرة في الصبات حرقتني شويتني قالها شفتي كيفاه اللي حسيتي بهند دركة انا كل يوم راني نحس به كل ما جي امك الصباحة الطبطب علينا راني نحس بهذا الكي اي تعارك معاها هو يقول وهي تقول هو يقول وهي تقول هزره وراح قالها انا رايح تايا في بلاد الله المهم نتهنى من وجه امك راح راه ويمشي راه ويمشي بلاد يخليها وبلد يعمرها بلاد يخليها وبلد يعمرها اعطش القواح العين نزل على هذيك العين وقعد يشرب في الماء هاو يشرب هاو يشرب من هزرس ونشوف في واحد رجليه في الارض وراسه في السماء قال له اعودوا بالله شكون انت قال له ما تكملش انا يا الشيطان انت الشيطان قال له ايه ووجه يدير هنا قال له راني هارب من نسيبتي انت تاني هارب من نسيبتك وحتى الشيطان عندهم انسيبات ويهربوا منهم حتى نايا راني هربت من نسيبتي قال له خلاص مالا هيروهم ع بعضانا ونخدمو ونعيشو وناكلو ونشربو ونتهنو من نساو من انسيبات قال له خلاص موافقين ابقوا يمشوا مع بعضاهم يمشوا مع بعضاهم وكل ما يوصلوا لبلاد كاش ما يخدم هذك الانسي وكاش ما يسرق هذك الشيطان وهي فايتة وعايشين حتى نوصلوا الوحد لبلاد قعدوا فيها عايشين ما تضرقين هذك الشيطان ما تضرق والأخر يروح يخدم هكا كاش ما يلقط وعايشين لكن مش معيشها قد هكذا بكل حتى الوحدة النهار الشيطان جت له فكرة الشيطانية كيفو قالوا شوف قالوا انا دركوا نروح ندخل في السلطان والسلطان درك يمرض وانت اروح قلهم راني نعرف نداوي وجيب هذ البخور هاني نعطيلك هذ البخور جيبو وارميه في البخارة يعني المبخرة وخلي هذيك الدخاخين يتعجش هذك الوقت انا نخرج منو وانبعد درك يعطيلك الدراهم ولا الذهب كي يعطيلك الدراهم ولا دنا نير الذهب نتقاسموها وهكذا نعيشه يامات لبس علينا قال له خلاص ايا ينوض الشيطان يروح يركب هذك السلطان وعاد السلطان مريض ويجيبولو في الحكامة ويجيبولو في الدبار ويجيبولو في الأدوية والأشاب حتى دوا منفعوا حتى نهار جاهم هو فيت قالوا شكاين قالوا له السلطان مريض قالوا مع له ما قلتوا لي شان اراني نداوي انتا تداوي قال لهم ايه قال لهم دخلوني لي دخلوا ايا جاب البخارة وجاب الجمر وارميه هذك لبخور ودير عجاجات انتاع دخان وبخور ويجي الشيطان يخرج منه والسلطان برا ناض فرحان رجع كيما كان قبل قال لهم اعطوه وش يحب من الويزو من مال ومن دنان يردهب راح فرحان وهو في حلاليه وتقاسم مع الشيطان وعاش ويامات لاباس هاي يوم بعد الشيطان طلعت في راسه قالوا كنوا قعدوا نصرفوا في المال كيما هكذا درق يفض لازمنا نعاودوا نزيدوا ندخلوا في واحد اخر قالوا هيا راحوا دخلوا في دخل الشيطان في الوزير ونفس العادة راح هو السيد اللي هارب منه سيبته راح دير البخارة ودير لبخوره وخرجه بعد اسبوع ادخل في الحارس وم بعد ادخل في مرت السلطان وم بعد ادخل في مرت الوزير وم بعد ادخل في كبار تجار وم بعد ادخل في كل واحد عنده مسئولية او عنده ما كان فيها حياة السلطان ادخل لهم ادخل لهم وخرب لهم حياتهم ايام وم بعد يروح السيد ويدير البخارة ويدير لبخور ويدير العجاجات والشيطان يخرج ويكسبوا المال قاعدين كما هكذا قاعدين كما هكذا قالوا انت تظن هكذا قلوا قتلك راح الشيطان ادخل في مرت السلطان الثانية والسلطان اخرج من عقله ولم رأى مريضة في الدار وهو ما غبروا فتشوا عليهم فتشوا عليهم فتشوا عليهم ملقوهمش وين الشيطان ما واحد ما وشايفه لكن السيد اللي عالش وين راح وين راح وين راح راحوا للعشة اللي كان عايش فيها راحوا للبلايس اللي كان يروح موالو ما يلقوا حتى في مكان حتى نعود قالوا هيا دركة لازم نرجعوا باش نروحوا نداووها وندوا نربحوا دراهم كبيرة ومنها من ثم نروحوا قالوا خلاص راحوا دخلوا لدارهم وقعدوا نجاوها الحارس وين كنت نتاقل ورانا نحوصوا عليك فتشنا عليك الدنيا كلها وما لقينكش رايمرت السلطان والحبيبة نتاعه حبيبة قلبه والعزيزة عليها راي مريضة لازم تجي وتعالشها قالوا ما خلاص الامر والطاء راح هيا دار البخارة ودار البخاخير ودار العجاجة ودار التخاخين وجه الشيطان خارج نادي السلطان كي العادة وأكثر راحطاهم مال كثير فرحانين بيه وهزوا رواحو مراحو هيا من بعد الشيطان ظهرت له واحد الفكرة قال له احنا نبقى دايما نعايشين كيما هكذا قال له شوف انا المال هذا مانيش رايح ندي منه رايح نخليهولك وانت هز روحك وروح سافر اسقن في بلاد أخرى وعيش على روحك وتزوج وعيش حياتك ولا ارجع عند مرتك وقل له نسيبتك ما تزيد تجيك ما تزيد تعطيك الضينار انت راك تملك اكثر منها الف مرة قال له كيفاه وانت وش رايح تدير قال له انا يا رايح ندخل في بنت السلطان عجبتني بزاف نهار اللي راح تدخلت عند في بويها ونهار اللي دخلت في يمها ونهار اللي دخلت في مرت بابها عجبتني بزاف زينها يسلب العقول انا رايح ندخل في بنت السلطان ومعنيش رايح نخرش ورد بالك تجيني قال له روح سافر ولا روح ارجع لمرتك قال له خلاص انا مروح درك الروح اللامرا وتجي نسيبا ندير في الصباط المجامرا ما نحتاجهاش اراني واللي تغاني اكثر منها الف مرة قال له خلاص الشيطان راح تدخل في الطفلة بنت السلطان في الاميرة والراجل هززاله وقال هيا نروح نرجع لمرتك ونوري لنسيبتي الطريق الصحيح فرحان بالمال اللي جابه وبالنسيبة اللي رايح باشي بهدلها ويرجع فيها همه هو خارج نجاوه الحارس تا السلطان وين رايح قال لهم مسافر قالوا له لا ما كانش المسافرة بنت السلطان راهي مريضة جدا ويا قال لهم أنا خلاص بطلت الخدمة هذي كيفاش بطلت الخدمة هذي قالوا قال لهم خلاص بطلتها أنا راني راجع لبلادي قالوا لو حط عزالك وتروح للسلطان محتاجك ومبعد تفهم معاه أي حط هذك اللي كان هز وما ديك الزواد أو هذك العزال نتاعه وراح للسلطان قالوا السلطان باشي داوي بنتي قالوا يا سيد راني حبست الخدمة هذي قالوا بحبست الخدمة هذي يا داوي بنتي ينح لك راسك قالوا خلاص 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 سيد يذر كنداوي أي جبل بخارة كالعادة ودير الجمر كالعادة ودير عجاجات بخور ودخاخين وهم ودمار والشيطان ما لقاش كيفاش يدير تحرك يتحرك يتحرك في رجليها ويتحرك في ايديها ويتحرك في فمها ويتحرك ويتعيط وليس حبي يخرج لكن البخور اللي دارهول لازم يخرج أي طل الشيطان طل كما هاك ذا مني فهاء قالوا جيت ما نيش قتلك ما تجيش قالوا لا أنا راني وفيت بالعهد وما كنت شحب نجي لكن أنا جيت نقول لك نسيبتك راهي لحقاتك وراهي جاتي لحنا نسيبتي لحقاته هنا قالوا ايه أنا كنت مسافر حتى نجيت طبطب على الباب نسيبتك راهي هنا اخرج وخلينا نهربوا من هالبلاد قالوا عندك حق اخرج الشيطان من نيف الأميرة وشد صاحبه وهربوا راحوا لدارهم هزوا عزالهم وهربوا راحوا من البلاد كل والأميرة والبلاد قاعدوا عايشين في هنا وهما راحوا يكملوا طريقهم وقاعدين يديروا في المشاكل انتاحهم هنا كملت الحكاية وحكايتي راحت من واد الوات وأنا بقيت مع أولاد الجوات كانت هذه حكاية اليوم وللقاء في حكاية أخرى إن شاء الله من التراث الشعبي الجزائري ومن حكاياتنا القديمة وتمتعوا بهذا المناظر الساحرة مناظر ثلجية وسهول وهذا بوجيبال ومساحات بيضاء وثلوج مغطات بالثلج وبساط أبيض تبارك الله فيما خلق وإلى اللقاء في حكاية أخرى إن شاء الله أترككم مع هذه المناظر الجميلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر